في إطار الجود المتواصلة للدولة المصرية من أجل رعاية المواطنين بالخارج خاصة في ظل الأوضاع الجارية في أوكرانيا فقد نجحت السفارة المصرية في المجر في ترتيب عودة 30 مواطنا مصريا معظمهم من الطلبة إلى القاهرة اليوم تقدر الإشارة إلى أن السفارة المصرية في بودابست تواصل التنسيق مع السلطات المجرية المعنية لاستمرار تسهيل عملية مرور المواطنين المصريين عبر المعابر على الحدود المجرية الأوكرانية كما تقوم السفارة بالعمل على توفير أماكن الإقامة المؤقتة للمواطنين المصريين القادمين إلى المجر من أوكرانيا على أثر الأحداث الجارية فضلا عن تقديم كل سبلير الرعاية